بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله استكمالاً لموضوعنا الهم جداً اللي هو الـ Evaluation Projects أو تقييم المشروعات اللي عندي هنبدأ نتكلم في القاعدة بتاعة Net Present Value أكثر تفصيلاً Does the Net Present Value Rule take the time value of money into consideration? نعم Does the Net Present Rule adjust for risk? حاوزين نجاوب على هذا السؤال Does the Net Present Value Rule tell us whether and by how much the project add value to the firm? الـ Value added بتاعة الفيرم اللي عندي لما يكون عندي two or more alternatives when only one can be selected يعني بنقول عليها Mutual Exclusive معنى Mutual Exclusive لو اخترت واحد تترك الآخرين ما فيش intersection ما بينهم ما فيش ما ينفعش أول اختار المشروع A وB معا أو بي وشي معا اخترت ايه؟ يبقى مختارش حاجة معا Select the alternative with the present value that is numerically larger that is less negative or more positive indicating lower present worth of the cost or large present worth يبقى نهاردة لو بقول والله أنا بجيب present worth باخد الأكبر لكن لو كان الموضوع عن الـ Present Cost باخد الأقل دي الفكرة بتاعة الكلام عندي مشروع with the same period Make a present worth comparison of equal service machine for which the costs are shown below سعر الفايدة اللي عندي 10% وعندي الـ Present Cost اللي هي الـ Initial Investment للمشروع الأول 2500 الثاني 3500 الـ Annual Operating and Maintenance الصيانة وعملية التشغيل هنا 900 هنا 700 salvage value للي هي الـ Scrapping أو بيع المعدة في نهاية العمر هنا بـ 200 هنا 350 لو سمحت أي من المشروعات الآياتية أفضل لو أنا هحلها لكم بسرعة كده هو قلت الـ Present Cost Present Cost يبقى كل Cost Positive ولو فيه تدفق نقدي بالنسبة لك Positive هيبقى لما تسنده إلى الـ Cost هيبقى كأنه Negative هنقول لك حل وفي حل آخر لو أنا قلت Present Worth بالنسبة للمشروع الأول فيه تدفق نقدي كده لما Cost يبقى 2500 مش هيتضرب في أي حاجة زائد عندي الـ Annual Operating and Maintenance 900 هيتضرب في Factor to Find Be Given A وحسب سعر الفايدة 10% وخمس سنين اللي هو عمر المشروع يتفضل الـ Selfish Value هحطه هنا بالـ Negative إنك حطيت كل الـ Cost بالـ Positive يبقى ناقص المتين أو أديها Present وهي Future و10% وخمس سنين واجيب الناتك بالنسبة للمشروع الآخر هيبقى الـ Present Cost يبقى ده الـ Present Cost بتاع المشروع الأول لو عاوز أجيب الـ Present Cost بتاع المشروع الثاني هقول إيش مين يقول لي 3500 بـ 3500 positive لأنك all to cost زائد 700 أيضا في الفاكتور لأنه بـ و10% وخمس سنين ناقص الـ Salvation 350 هتضرب في إياه مهندس لأنه بـ و10% وخمس سنين أيهما أقل هو الأفضل أيهما أقل هو الأفضل لأنك تكلم عن تكلفة يبقى لو حبينا نتكلم هنا هوت زي ما عملنا قلنا الـ Present Cost للمشروع الأول بساوي 2500 زائد 900 وحطينا هنا هوت المتين هنا هوت بالنغاتف المتين هنا بالإيش بالنغاتف في الفاكتور تفان بي جيفن إف و10% وخمس سنين طلع الناتج 5787 هنا 5000 كام و5900 36 يبقى الـ Alternative رقم A هو cost بتاعته أعلى ولا أقل هنا 5700 هنا 5900 يبقى إذا cost بتاعة الـ Alternative A is less than الـ Cost بتاعة الـ Alternative الثاني يبقى A one is select لأنها أقل تكلفة نفس الفكرة لو أنا بكلم عن Future Wars Looking at Future Wars is appropriate since the primary objective is to maximize the future wealth of the owners of the firm The future worth is based on the equivalent worth of all cash inflow and outflow كل التحفظات اللي بنقولها على Present Wars هي نفسها اللي بنقولها على Future Wars ما فيش مشكلة ما بينهم ولازم يكون العمر الدراسة عمرا موحدا بين الـ Alternatives المختلفة اللي عند لو أنا عندي 45,000 investment in a new conveyor system is projected to improve through put and increase revenue هتزود الأرباح اللي عندي بمقدار 14,000 per year for 5 year The conveyor will have an estimated market value 4000 at the end salvage value بتاحها أو scrubbing أو زي ما نقولها الداحة في التشليح at the end of 5 year using Future Wars إذا علم إن المنمم attractive rate of return اللي هو سعر الفايدة بدون المخاطرة 12% الفيوتر وورس بالنسبة لهذا المشروع طالما قلت وورس يبقى كل ما هو إراد positive يتحط positive وكل ما هو إراد negative أو cost يتحط negative ففي البداية أنا باشتري هذا الكونفير اللي عندي بـ 45 ألف يبقى ناقص 45 ألف بس دافل present لو أنا كنت بقول present يبقى مش هيتدرب في الفاكتر لكن أنا عاوز أرمي وديه في الفيوتشر يبقى هضربه في الفاكتر to find F given B وخمس سنين ويتفضل عندي التدفق النقدي اللي عندي عبارة عن 14 ألف هيتدرب في الفاكتر to find F given A لكن هو ده في الفيوتشر هبيعه في الفيوتشر إذا قمته لنت تتغير مش هيتدرب في أي فاكتر يبقى أنا عندي الكاشفلو دياجرام بتاعي فيه initial cost هنا وفيه تدفق نقدي 1 2 3 4 5 وفيه كمان في السنة الخامسة اللي هو الأربع ألاف اللي عندي وفيه تدفق نقدي هنا هو اللي هو عبارة عن الـ 14 ألف لكن فيه initial cost عبارة عن 45 ألف عاوز ألف ده كله واجيبه في الفيوتشر أشوف قيمته في الفيوتشر بتاعي طلع 13 ألف يبقى this is a good investment طالما طلع positive يبقى accept هذا المشروع الـ annual worth بنحول كله إلى annual worth يبقى عندي الإرادات ناقص الـ expected cost اللي عندي آخزا في اعتباري الـ time value of money اللي عندي لكن من مميزات الـ annual worth أو الـ annual cost إن لا يشترط تساوي عمر الـ alternatives اللي عندي لو واحد عمره خمس سنين واحد عمره عشر سنين أنا بجيب الـ annual worth هنا والـ annual worth هنا وأيهم أعلى positive هو الأفضل اللي عندي A planet a planet superintendent is trying to decide between two excavating machine with the estimating present below في مكانتين حفر اللي عندي المكانة الأولينية الفرست cost 11000 والتانية 18 الـ operating and maintaining cost 3500 هنا 300 الـ salvage value للـ scrabbing 1000 2000 lifetime عندي 6 سنوات وعندي 9 سنوات العمر مختلف لو هتحل باستخدام present أو future لازم تجيب المضاعف المشترك اللي يقبل القسمة على الاتنين وتحل عند عمر متساوي لكن هنا في الـ annual أنا هجيب الـ annual worth هنا والـ annual worth هنا أيهما أعلى هو الأفضل ولا أنظر إلى الـ horizon اللي عندي ك-obstacles أو ك-constrained لحل المسألة اللي عندي بيوزنج replicate the life span to reach least common multiple لو هحل باستخدام present worth في الحالة دي لازم أجيب مضاعف مشترك يقبل القسمة على الاتنين وفي الحالة دي هيبقى الـ 18 يقبل القسمة على الـ 6 والـ 9 لو أنا عاوز أعمل مقارنة باستخدام present يبقى أن أنا هعمل تكرار للمكان اللي عندي هتعيش 6 وكمان 6 وكمان 6 حلال على الـ 8 على الـ 8 ومان الـ 8 ومان الـ 9 ستعيش 9 وـ 9 يعني ده هيعيش 3 مرات والتاني هيعيش مرتين الـ 8 على شين مرتين في 9 وـ 8 وـ 3 مرات في 6 وـ 18 يبقى عمر المقارنة حلال يعني عمر المقارنة صح يبقى الـ present cost اللي عندي بتاع الـ alternative الاول لو أنا هستخدم present يبقى الـ initial cost 11 ثم 1500 كئين المشروع هيكرر نفسه لمدة 18 سنة بس ما تنساش انك انت في السنة الـ 6 هتبيع وتشتري يبقى هبيع معدة وهشتري معدة اخرى يبقى النت بتاعك عبارة عن 10,000 تفاين بي جيفن اف و 6 سنين وهتكرر الكلام ده عند 12 سنة ثم في الاخر خالص هتبيع معدة مش هتشتري يبقى present to find be given if ويبقى الحصيل اللي عندك لو أن المعدة ديت او هذا المشروع هتكرر نفسه 3 مرات علشان تبقى المقارنة عادلة مع المشروع التاني اللي هو بيعيش 9 سنين واعتبر انه هتكرر مرتين علشان الهوريزون واحد والمقارنة تبقى واحدة يبقى 18000 زائد 3100 تفاين بي given 18 لانه مش ممتدة لكن ما تنساش عند التسع سنين في بيع وشيرة ببيع معدة سالفج value بألفين واشتري جديدة ب18000 يبقى النت بتاعك عبارة عن 16000 تفاين بي given if وتسع سنين وفي نهاية العمر ببيع ما باشتريش ببيع المعدة ما باشتريش ويبقى المقارنة تبقى في الحالة دي مقارنة عادلة ما بين التو alternative يبقى present cost بتاع alternative الأول هو 83559 والalternative الثاني 41000 يبقى في الحالة دي ايهما اقل تكلفة هو المشروع الافضل اللي عندي comparing alternatives by annual words زماعنا لن يشترط تساوي العمر the alternative selected had the lowest equivalent cost or largest equivalent income if the revenue are included perhaps the most important rule to remember when making annual wars comparison is that only one life cycle of each alternative must be considered this is because annual wars will be the same for any number of life cycle زماعنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة